موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بأبرز العنوين مواقع أخبارية تتساءل ما الذي أجبر أطباب لا حدود على مغادرة محافظة الضالح ومن صحيفة فرنسية للغام وباء آخر تسببه الحروب في اليمن وفي الأخبار المنوعة أول أمرأة تحصل على جائزة نوبل الفيزياء منذ خمسة وخمسين عاما أهلا بكم الضالح من أكثر المحافظات اليمنية احتياجا للأطباء والمشافي ومع ذلك هناك من يعمل من داخل المحافظة على منع الهالي من الحصول على حقهم في الصحة ويعنون موقع المشاهد نت هجوم مسلح جديد يجبر أطباب لا حدود على مغادرة محافظة الضالح وقال الموقع أن منظمة أطباب لا حدود أعلنت إغلاق مكتبها في محافظة الضالح عقب هجوم المسلح استهدف مقرها في المدينة بعد نحو نصف شهر على استيناف افتتاحه وقالت مصادر إعلامية أن فريق المنظمة المتواجد في مستشفى النصر في الضالح غادر مقره عقب تعرض طاقمهم للاعتداء من قبل مسلحين مجهولين مساء الاثنين يأتي ذلك بعد نحو إسبوعين من استيناف المنظمة عملها في محافظة الضالح منتصف سبتمبر الماضي وكانت المنظمة أوقفت نشاطاتها في المحافظة سابقا بسبب الاعتداءات المتكررة على طاقمها شنت ميليشي الحوثي الانقلابية قصفا مدفعيا طال عددا من القرى في محافظة صعدة فيما فجرت ثلاثة منازل لأنصار الداعية المناهض لها وحمد عبد العظيم الحوثي وفقا لعدن الغد والذي عنوان ميليشي الحوثي تقصف قرى صعدة وتفجر منازل المعارضين وتشهد محافظة صعدة توترا كبيرا وموجهات لليوم الثالث على التوالي بين الميليشي التابعة لزعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي وأنصار محمد عبد العظيم الحوثي أسفرت منذ الأحد الماضي عن مقتن نحو أربعين عنصر من الجانبين ووفقا للمصادر فقد فجرت ميليشي الحوثي ثلاثة منازل من أنصار عبد العظيم في قرية آل حميدان التي تفرض عليها حصارا خانقا منذ الأحد الماضي وبدأت رقعة السخط من ميليشي الحوثي تتسع إلى خارج محافظة صعدة حيث توعدت قبائل مناصرة لمحمد عبد العظيم ميليشي عبد الملك الحوثي بفك الحصار المفروض على قرية آل حميدان ومغادرة المنطقة بشكل فوري لافتة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيد هند الصغيرة ماتت قبل أيام من الجوع هند الطفلة التي هجرتها حرب لا هي حسمت ولا توقفت ماتت من الجوع وأين؟ في عدن حيث مقر الحكومة الشرعية أو ما يفترض أنه مقرها وحيث مقر اللجنة الإغاثة وحيث مليارات الريالات التي صرفت بإسم الإغاثة وإعادة العمار وذهبت إلى جيوب الفاسدين بقصة هند بدأ محمد جميح مقاله المنشور في موقع هنا عدن مضيفاً جزءاً أو مضيفاً في جزء من المقال ذهبت هند إلى الله بأمعائها التي مزقها الجوع أي حس لدى الحكومة وأي شعور لدى التحالف أما الحثي فمفروغ منه لأنه يمثل تجزيداً للثالث غير المقدس في اليمن الفقر والجهل والمرض لكن دعونا من الحثي الذي وجد شبه إجماع على كارثته دعونا هنا نستحضر صورة وزراء محافظين قادة عسكريين وسفراء يتمشون في عواصم العالم وبلدهم يموت من الجوع والحرب ألا يستحون وهم يلتقطون لبعضهم الصور خارج بلادهم في الأسواق والمتزهة والمطاعم وصالات الفنادق ويعرضونها على وسائل التواصل فيما شعبهم يتضور من الجوع ألم يقل لهم أحد إذا بليتم فاستتروا على ما أنتم مسؤولون إذن قوموا بواجبكم أو غادروا مناصبكم أما عاخدوا الاجتماعات لمناقشة الوضع الاقتصادي وتشكيلوا لجان اقتصادية فهذه مسرحيات لم تعد تنطلي على عجوز الحي تريدون من الناس أن تقاتل لتهيئ لكم مقاعد عودتكم تريدون من الشعب أن يصوم لتفطروا أن يموت لتعيشوا من أية طينة طبعت قلوبكم القاحلة ستقولون التحالف وسنكونوا معكم ضد التحالف إذا واتتكم الجرأة على مغادرة فناديقكم وفلالكم التي وفرها لكم التحالف لتنعموا بالعيش فيها ناسين هند التي ماتت من الجوع سنكونوا معكم إذا خاطبتم التحالف بندية من يعتمد على شعبه ويخاطب العالم بمنطق المسئولية أما أن تمتلئ بطونكم بأموال الفساد وتحرسوا على امتيازاتكم ومناصبكم وتقابلوا مسؤولي التحالف بكل استخداء وتظلوا في الرياض وأبوظبي والقاهرة واسطنبول فمستحيل أن تواتيكم شجاعة الفرسان لتقولوا للتحالف إن بلدكم يموت وأن الحربة خرجت عن سكة الحديد سجلت أسعار صرف الريال اليمني تراجعا طفيفا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المقة عدن جنوبي البلاد وعنون موقع الصحوانت عدن تراجعا طفيفا لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وقال مراسل الصحوانت إن أسعار الصرف في تعاملات في محلات الصرافة بالعاصمة عدن شهدت تراجعا طفيفا بعد ارتفاعا كبير خلال الأيام السابقة أضاف المراسل أن الريال السعودي تراجع إلى 180 ريال بعد أن كان قد وصل إلى 205 في حين تراجع الدولار إلى 677 ريال يمني بعد أن كان قد وصل إلى 800 ريال يمني علم الموقع الإخباري الحرف 28 أن وحدات عسكرية إماراتية ترفض إخلاء منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة جنوب الشرقية اليمن بعد أن حولتها إلى ثكنة عسكرية ومنعت استئنافة تصدير الغاز المسال من المنشأة الأضخم في الشرق الأوسط وقال الموقع نقلا عن مصادر متطابقة أن قوات الإمارات هددت بقصف ناقلة نفطية قبل أسبوعين في ميناء النشيمة النفطي 20 كيلو متري غربية بلحاف أثناء الاستعداد لتصدير ثاني شحنة نفطية من الميناء منذ اندلاع الحرب قبل قرابة أربع سنوات وقالت المصادر أن السلطات الحكومية تجاهلت التهديد وأمرت العمال بالاستمرار بالضقي وأبلغت الإماراتين بأن عليهم قص السفينة لكي يعرف العالم من يقوم بخنق اليمنين فعاد الإماراتيون وقالوا أن هناك خطأ والتباس في الأمر وأكملت الناقلة ضخ شحنة قدرت بـ 600 ألف برميل وأدت هذه السياسات إلى تجميد شبه تام لكافة الأنشطة والموارد الاقتصادية للبلاد وسط اتهامات للتحالف بالتلاعب بمسار الحرب ووضع يده على الموانئ وموارد البلاد ومنع الحكومة من مزاولة مهامها السيادية واستئناف تصدير النفط والغاز للحصول على عائدات بالعملات الأجنبية وتعد منشأة بلحاف المشروع الأكبر في الشرق الأوسط لتسليل الغاز ويتم نقله من صافر بمحافظة مارب شمال شرق صنعاء إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوى الواقعة على البحر العربي أو بحر العرب لو لا المشاريع الخاصة وعلى رأسها الإمامة والانفصال لكنا اليوم نبني ونعمر وننهض باليمن الاتحاد دون مآس أو آلام هذا ما خلص إليه مقال كتبه عبد سعيد المغلس ونشر في موقع التغيير نت مضيفا المأساة اليمنية تكمن عند الكثيرين بغياب المشروع الجامع لهم كيمنيين وبروز المشاريع الخاصة الملغية للمشروع الجامع والتي هي في الأصل أدوات لتمزيق الذات اليمنية والمنطقة ضمن مشروع تمزيق الأمة وكل أداة منها فرحة بما لديها وتعتقد أنها هي الأفضل أو هي الفرقة الناجية غير مدركة أنها تنفذ مشروع التفتيت وهي معتقدة أنها تنفذ مشروع وهم خلاصها الخاص جوهر الإشكال المسبب لذلك غيبة العقل والدين الحق والمشروع الجامع كونهم يعيشون الغفلة فلهم عقول لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها هم كالأنعام بل هم أضل كما وصفهم كتاب الله هذه إشكالية كل جماعة أو أمة توقف التطور وتختزل الإنسانية داخل كهنوت عنصريتها أو مذهبها أو قبليتها أو منطقتها أو حزبها معتقدة أنه لا وجود لسواها ترى الوطن في مشروعها الخاص ولا مواطنة سوى مواطنتها ومواطنيها لقد أغلقت عقلها ورؤيتها وسمعها عن الآخر رافضة قبول التعايش أمة تعيش هذا الوضع والتقوقع داخل ذواتها المتعددة مصيرها التيه والهلاك والدمار كلما بعدنا عن مشروع الخلاص زاد غرقنا في رمال المشاريع الخاصة وصراعها ودفع الجميع ثمن ذلك مزيدا من المعاناة والقتال والتقاتل والمآسي ولهذا تنطلق حملات الجهل والكرهية والوهم لتهجم مشروع الخلاص وقيادته لتزيد من حجم المعاناة ومأساتها صحيفة أخبار اليوم صدرت صفحتها الأولى بالعديد من العناوين أبرزها باندغر يتهم الحوثيين والانفصاليين والإرهابيين بالوقوف وراء انهيار الريال وعنوان متصل احتجاجات غاضبة في تعز والمتظاهرون يطالبون بإيقالة الحكومة وميدانيا التحالف يدمر تعزيزات وأطقم وتحركات في عبس ومستبى وشدة والميليشيا تزعم سقوط طائرة بنجران ومن حضر موت أيضا عنوان اغتيال شخصين في حضر موت والعثور على جثة آخر اختفى قبل أيام في مطالعتنا للصحف العربية نذهب إلى الصحيفة العرب الجديد والتي قالت انه عثر في مدينة عدن على جثة مسؤول بجمعية الإصلاح الخيرية وذلك بعد ساعات من اختطافه من قبل مسلحين اعترضوا سيارته بالقرب من منزله وأفدت مصادر محلية في عدن بأن سكانا عثروا على جثة رئيس جمعية الإصلاح الخيرية في عدن محمد عبدالله شجينة داخل سيارة هولوكس في ساحل أبيان وأظهرت الصور الأولية أن شجينة قتل دبحا بعد تعرضه للتعذيب مع صوب العينين ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الأمنية حول الحادثة كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن عملية الاغتيال وتعد جمعية الإصلاح إحدى أكبر الجمعيات الخيرية في اليمن وجاءت الحادثة في وقت لا تزال فيه المدينة تشهد موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي بدأت منذ عامين وطالت العديد منها دعاء ومنتسبي للمنظمات الخيرية ولحزب الإصلاح صحيفة لوبون الفرنسية عنونت لتقرير ترجم لقناة بلقيس الألغام وباء آخر تسببه الحروب في اليمن وفي تفاصيل الخبر الذي ترجمته قناة بلقيس في غرب اليمن تعرض عماد وشقيقته الصغرى علياء لوجع مضاعف بعد أن فقدوا والدهم في انفجار لغم وتم طردهم من قريتهم وفي السابعة والسادسة من عمرهما عاش عماد وعلياء مع والديهم في قرية الضنين في محافظة الحديدة الساحلية التي تشهد معارك تقول أمهما فتحية فرتوت أن منزلهم كان محاطا بالألغام أو بزراعة الألغام أو بألغام زرعها المتمردون فبينما كان زوجها ذاهبا إلى سوق قتل على طريق مزروع بالألغام في منطقة حيس التي كانت مسرحا لمعارك يوميا وتضيف تحية طلب منها الحوثيون مغادرة المنزل وإلا فإننا نخاطر بأن نقتل لكي لكني سألت الحوثيين إلى أين نذهب وفي انهاية اضطرت العائلة إلى الذهاب إلى مخيم الوعرة على بعد حوالي ثلاثين كليمتر جنوب غرب مدينة حيس والذي يعيش فيه مئات الأشخاص مخيم مؤقت مشاكل إيران والمعزولة والمحاصرة تتصاعد في الداخل والخارج تحت هذا العنوان نشر الإيكنو نوميست تقريره الخاص والذي جاء في عدد من نقاطه التي نشرتها صحيفة الغد يؤدي تركيز الحكومة الإيرانية على المؤامرات الأجنبية إلى صرف الانتباه عن المشاكل التي يواجهها البلد في الداخل ومع أن منطقة خزستان تضم الغالبية العظمى من احتياطيات النفط في البلاد فإنها تظل فقيرة ومهملة ويقول العرب إنه يتم الابقاء عليهم خارج الحكومة المحلية وأن الحرس الثوري الإيراني يسرق مياه المنطقة بالإضافة إلى نفطها وقد حولت مجموعة كبيرة من السدود مياه الأنهار التي كانت تتدفق إلى الخليج من وسط إيران مما حول خزستان إلى وعاء من الغبار تتفاكم مشاعر الضيق وتنتشر في جميع أنحاء البلاد وقد انخفضت العملة الإيرانية الريال في العام الماضي ويضطر الفقراء الذين طالما شكلوا قاعدة الدعم الذي يقدمه النظام إلى تخزين الطعام المعلب ويصبح المسؤولون أكثر فسادا بالطراد للتعويض عن تكلص قيمة رواتبهم وقد غادر رجال الأعمال الأجانب الذين كانوا قد تدفقوا على إيران بعد الاتفاق النووي وانخفض الاستيعاب هذا العام في المدرسة الفرنسية في طهران من 350 إلى 150 ويريد العديد من الإيرانيين الخروج من البلد أيضا ويتجسد ذلك على سبيل المثال في ارتفاع الطلب على تأشيرات العمل في القنصلية الألمانية حتى أنه يتعين على المتقدمين الانتظار سنتين ليأتي دورهم في المقابلة جعلت سنوات من العقوبات إيران تطور اقتصاد مقاومة وهو اقتصاد متنوع ومكتف ذاتيا في العديد من المجالات وقد ارتفعت أسعار الأساسيات وإنما بقدر أقل بكثير مما كانت لتصبح عليه لو أن إيران اعتمدت على الواردات ويشير المتشائمون إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة الريال يجعل الناس أكثر فكراً إلا أنه يجعل الحكومة أقوى لما أن إيران تحصل على إيراداتها من النفط بالعملة الأجنبية ويمكن أن تصمد احتياطياتها وتبقى على قيد الحياة بعد عامين آخرين من فترة السيد ترامب كما يقول روحاني لكن معاناة الإيرانيين قد تثبت كونها التهديد الأكبر للنظام ابتكر مجموعة من العلماء في جامعة هونغ كونغ كما تقول صحيفة البيان إنساناً آلياً دقيقاً يشبه يرقة الفراشة يستطيع حملة مئة ضعف وزنه استخدم لإدخال الأدوية إلى جسم الإنسان ويستطيع الروبوت دقيق الحجم أن يتكيف مع البيئات الصعبة والتحرك بكفاءة خلال الجسم حتى في الأسطح المغمورة في سواء الجسم مثل الدم أو المخاط وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن ما يميز هذا الروبوت هو امتلاكه مئات الأرجل التي يبلغ طولها أقل من مليمتر والتي تبدو كأنها شعيرات صغيرة وقال رئيس فريق الدراسة تشين إن رجل الروبوت المدببة تقلل إلى حد كبير من منطقة التلامس والاحتكاك بالأسطح الرطبة والجافة كما ينوي الباحثون إدخال الروبوت الدقيق في أجسام المرضى عن طريق البلع أو من خلال تجويف في الجلد فازت الكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل الفيزياء عام 2018 لتصبح كما ذكر أو كما ذكر موقع شبكة البي بي سي أول امرأة تحصل على الجائزة المرموقة منذ 55 عاماً وتعد ستريكلاند أول ثالث امرأة تحصل عليها منذ بدء منح الجائزة في مجال الفيزياء إلى جانب ماري كوري التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوريت مير التي فازت بها عام 1963 وتتقاسم ستريكلاند جائزة هذا العام مع أرثر آشكين من الولايات المتحدة وجيرار مورو من فرنسا ومنحت الجائزة لثلاثة تكريماً لإنجازاتهم في مجال الفيزياء الليزر حيث طور آشكين تقنية بالليزر وصفت بأنها ملقة بصري استخدم لدراسة الأنظمة البيولوجية وستيكلاند ومورو توصلوا إلى تقنية لتوليد نبضات قصيرة للغاية وذات شدة فائقة من الليزر يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات من بينها جراحات العيون الاحتياجات والمظاهرات والاحتجاجات عفواً والوقفات وتختلف من مكان لآخر ومن مطلب لآخر بعض من هذه الاحتجاجات لمواضيع ولافتات مختلفة نشرتها صحيفة القاردين أتابعها معكم في هذه السورة موسيقى الكاريكاتور الكاريكاتور هو فن قائم بذاته وفي أحيان كثيرة يوصل رسائل أكبر وأعمق مما توصلها الفنون الأخرى وهنا تقم أهميته مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نتابعها في جولتنا اليوم اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور وصحف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة